نروح بقى لأجوال المباراة والنهاردة مواجهة مهمة جدا بين نادي الأهلي ونادي الإسماعيلي في اختام مباريات الجولة لـ 26 من الدوري المصري الممتاز ماتشاة الفريقين دايما ما تشهد مباريات متعة وإصارة وندية في اللقاء الدوري الأول الأهلي نجح في تحقيق الفوز بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان في الديئة 77 من عمر اللقاء وهناك طبعا تفوق واضح للمارد الأحمر في تاريخ المواجهات حيث تقابل الفريقان من قبل في 116 مباراة نجح خلالها المارد الأحمر في الفوز بـ 60 لقاء وتمكن الإسماعيلي من الفوز بـ 22 مباراة بينما حسم التعادل نتيجة 34 مواجهة وحافظ الأهلي على شباكه نظيفة أمام الإسماعيلي في 56 لقاء وسجل 169 هدف بينما خرج الدرويج بشباك نظيفة في 24 لقاء ونجح في إهاز الشباك الأهلي بـ 94 هدف الأهلي بيدخل المبارات النهاردة بحثا عن الفوز وموصلة الانصارات وزي ما أنتوا عارفين النادي الأهلي عنده رغبة كبيرة في حسم الدوري مبكرا وخلاص ما فاضلش غير 6 نقاط ونحسم البطولة إن شاء الله البطولة المفضلة للمارد الأحمر ونحتفل كلنا مع بعض بالدرع رقم 42 ومع إسرار اللاعبين للفوز باللقب مبكرا هناك إسرار من جانب آخر عند المنافس اللي عنده نفس الرغبة في حسم الأهلي للدوري مبكرا بدري بدري موسيقى 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 موسيقى